ومعنا من برلين الباحث السياسي ماجد كيالي أستاذ ماجد أبدأ معك من تظاهرات برلين أي إشارات أي رسائل اليوم للحكومة بعد إعلان وزير الدفاع الألماني بشأن زيادة رصد الأموال لأن تصل إلى 2% من الدخل القومي الألماني لتمويل الحرب والقدرات الدفاعية للبلاد يعني هو الأساس في هذا الأمر أن ألمانيا هي عمليا رافعت الموقف الأوروبي طبعا مع فرنسا رافعت الموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا في حربها أو في دفاعها عن نفسها ضد الغزو الروسي إحنا شهدنا أن ألمانيا بعد قبيل الحرب عندما تأكد أن هناك غزو لأوكرانيا أعلنت أنها تتحرر من إمدادات الطاقة من روسيا وفيما بعد ذلك رصدت اعتمادات كبيرة جدا اعتمادات عسكرية تقدر بمئة مليار دولار بعدها في عدة أشهر أيضا البرلمان أو البنزستاغ الألماني اتخذ قرارا بتقديم دعم بأسلحة ثقيلة لأوكرانيا إذن هذا هو الوضع بالنسبة لأوكرانيا هذا في الناحية التقنية أستاذ ماجد ولكن هناك مشاعر تبعناها هي مشاعر غضب مقابل تظاهرات أيضا داعمة لهذه الحرب ماذا تفسر في مزاج الألمان؟ سأتحدث عن ذلك أننا اليوم كنا في حزب اليسار دعا إلى مظاهرات طلع فيها عشرة أو خمسة عشر ألف متظاهر في بوابة برندنبورغ لكن بالأمس كان هناك مظاهرات حاشدة أكبر بكتير هي داعمة للموقف الأوكراني هلأ خلينا نشوف أن حزب اليسار هو بتألك له 39 مقعد في البنزستاغ من 736 مقعد يعني هو حزب بمكانة ضائلة جدا في ألمانيا حتى لو أخذنا مع حزب اليسار حزب البديل اتنينتهم بطلعوا حوالي 18 مقعد من 736 بمعنى أن أغلبية الإطارات السياسية الكينات السياسية في ألمانيا أو أغلبية الألمانيا دعمونا الشعب الأوكراني دعمونا موقف الحكومة الأوكرانية الشرعية في هذا الأمر أيضا يجب أن نعرف أن ألمانيا تستقبل أكثر من مليون أوكراني يعني تم استيعابهم في المدارس وفي أعمال ويعني هناك دعم ألماني كبير يعني إن كان على المستوى الشعبي أو على المستوى الحكومي أما أنه تطلع مظاهرات في ألمانيا فهي شي طبيعي أنه يكون في مظاهرات في ألمانيا لأنه إحنا في بلد ديمقراطي بس بلد فيه تعددية حزبية تعددية رأي ممكن عشرة وممكن عشرين يطلعوا مظاهرة يعني هذا ما في مشكلة لكن المشكلة أنه كيف في بلد زي روسيا لا ممنوع أو يجرم أي شخص لديه رأي ضد الحرب أو ضد الغزو الروسي لأوكرانيا هذا هو السؤال أما أنه يطلع مظاهرة في فرانسا أو ببريطانيا أو بألمانيا طبعا مطلع ولكن بقف التسليح اليوم والتمويل أو تبدل حياة الأوروبيين هي إنعكاس اليوم للقارات الحكومية وكيف استكون النتائج أو النكاسات السياسية عند حصول أي انتخابات أستاذ ماجد وهذا ما يقلق البرامج السياسية والحكومات أكثر بلد يمكن تحملت عبئ الدعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية هي ألمانيا وإحنا الحديث عن ألمانيا إحنا مش حديث عن أي دولة ألمانيا الناتج القومي تبعها استنوي حوالي 4200 مليار دولار يعني بمعنى أنه لما ألمانيا تحط حوالي 25 أو 30 مليار دولار لدعم أوكرانيا فهذا مبلغ ضئيل جدا بالقياس للناتج القومي تبعها إحنا عم نحكي عن دولة غنية جدا ودولة كبيرة وهي دولة يعني بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان هي ألمانيا الدولة الرابعة الثالثة أو الرابعة مع اليابان بتكون هذا أما إذا قينا عن مستوى القارة الأوروبية عن مستوى الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية بما فيه بريطانيا والدول اللي هي خارج الاتحاد الأوروبي فالناتج الإجمالي لهم حوالي كمان 50 ألف مليار دولار يعني عم نحكي عن 50 تريليون دولار داخلهم الاستنوي بمعنى أن هذه الدول قادرة على تعبئة طاقاتها ودعم الشعب الأوكراني وتغضية حتى مثل ما شفنا أسعار النخط والغاز رغم كل الصعوبات رغم كل المضاعفات الاقتصادية التي تأثرت فيها الدول الأوروبية إلا أنها تطاعت أن تتجاوز الأزمة نحن نعرف أنه في بداية الأزمة الدعاية الروسية كانت تقول أن الشعب الأوروبية يجب أن يتموت من البرد أو يجد الجنرالي في الفتاء الي جاي وأنه ما سيتحملوا تكاليف المعيشة وأن المظاهرات تطلع تنادي في وقف الدعم لكن كل اللي شفنا ولكن ماذا عن الأكلاف اليوم التي خلفها النزاع على الاقتصاد العالمي والمؤشرات واضحة والأرقام فعلا مقلقة هي أرقام مختلفة وأنا عندي دراسة عن هذا الموضوع يعني عندما أتحدث عن ذلك لا أتحدث من طراغ أنا لما أقول أنه عم بحكي عن حتى ألمانيا وحدة إذا ألمانيا يعني رصدت حوالي 50 مليار يعني أنت عم تحكي عفوا حوالي 50 مليار أو 60 مليار أو 70 مليار من حوالي 4200 مليار فهذا ما بشكل نسبة كبيرة من دخلها القومي في مرة واحدة مثلا ألمانيا رفعت اعتمادات العسكرية لـ 100 مليار دولار في السنة في اعتمادات تغطية ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار النفط والغاز ودعم العائلات ودعم الشركات الصغيرة دفعت ألمانيا أو رفعت حوالي 200 مليار دولار في هذا الأمر بمعنى أن هذه الدول قادرة على الأقل أنه ثبت اليوم ثبت إحنا عم نحكي مش بعد أربعة أشهر من الحرب ولكن اليوم امتهى حتى فصل الشتاء وثبت أنه هي إدرت أنه تتجاوز هاي الأزمة رغم كل الصعوبات رغم ارتفاع الأسعار رغم التضخم اللي حصل لكن بالمقابل مثلا أنه روسيا في سنة 2013 قبل احتلال جزيرة القرم وأجزاء من دومباس كان دخلها حوالي وقت 2.6 تريليون دولار ولكن بعد ذلك بعد الاحتلال ونتيجة العقوبات رجع الناتج القومي تبعها إلى الخلف بمقدار 1.3 تريليون دولار اليوم الدخل الإجمالي لروسيا 1.6 تريليون دولار بمعنى أنه هي دولة لا تتحرك يعني ما فيها تنمية اقتصادية اليوم روسيا ليست من الدول العشر الأولى في العالم اليوم اقتصاد إيطاليا اقتصاد كوريا الجنوبية أكبر من الاقتصاد الروسي 2 تريليون دولار بينما روسيا 1.7 تريليون دولار هذا هو المقياس اللي ممكن وهذه كل إحصاءات البنك الدولي يعني مش إحصاءات دكتور ماجد كيالي الباحث السياسي كنت معنا مباشرة من برلين أعتذر منك عضيق الوقت ولكن أيضا شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وهذه القرارة شكرا لكم